نذهب إلى مباراة كأس العالم ومباراة المنديال يعني مباراة كأس العالم والمنديال في روسيا عام 2018 خلاص انت داخل في المراحل النهائية مباراة دور النصف النهائي مباراة مهمة ومصيرة وللمرة الخامسة في مشوار كأس العالم يكون طرف فرق المربع الزهبي من قرة أوروبا للمرة الخامسة الأربع فرق التي تأهلت إلى دور النصف النهائي من القرة الأوروبية عندنا مباراة مصيرة الكل بينتظرها جميع وشاقة كرة القدم في العالم بينتظر مباراة يوم السلساء مباراة فرنسا وبلجيكا طرف هذه المواجهة مباراة الكل بينتظرها أنها مواجهة صعبة جدا بعد ما استطاع المنتخب البلجيكا نحاق مفاجآت عديدة في هذه البطولة ويتأهل للدور قبل النهائي بعد غياب 32 سنة عن هذا الدور يستطيع المنتخب البلجيكا التواجد فيه الدور قبل النهائي لمواجهة المنتخب الفرنسي وزي ما قلنا بالأمس يمكن مواجهة ديليل ديشامب أمام تيري أونري رغم أن تيري أونري لجم فرنسا والحايز معهم على كاس العالم 98 ليس هو المدير الفني للمنتخب البلجيكي المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز هو المدير الفني لكن تيري أونري ليه دور مهم جدا في الجهاز المعاون وشغل على الشق الهجوم مع دي بروين ولوكاكو وإيدن هازارد فبالتالي مواجهة قوية نشوف تيري أونري كنجم فرنسي في منتخب بلجيكا إزاي هيقدر يساعد لعاب بلجيكا على تخطي حاجزة دفاعات في منتخب فرنسا مباراة هتكون مصيرة جدا ودائما المدربين الموجودين في المربع الزهبي لو بنشوف الأعمار السنية من 41 ل51 سنة جارس ساوس جيت مدير فني إنجلترا 47 سنة زلاتكو دالتش مدير فني كرواتيا 51 سنة دي دي شامب مدير فني الفرنسي 49 سنة وريبيرتو منتييز المدير الفني لي بلجيكا 45 سنة المباراة الأخرى هتكون يوم الأربع مباراة كرواتيا بعدما أقصت المنتخب الروسي أمام المنتخب الإنجليزي هتكون مباراة مصيرة ويمكن المنتخب الكرواتي ربنا معاه في هذه المباراة عمل مجهود بدني كبير جدا في مباراة دور 16 ودور السمانية وصل لمرحلة رقلات الجزاء الترجحية فخد مجهود بدني كبير خاصة في مباراة روسيا اللي كان فيها نسبة جاري غير طبيعية طيب أخبار ركاس العالم عندنا خبر متعلق بالاتحاد الأسباني لكرة القدم فرناندو هيرو هو المدير الفني للمنتخب الأسباني كان تولى المسؤولية بشكل مؤقت بفور انطلاق مباراة كأس العالم لكن خروج المنتخب الأسباني من الأدوار الأولى خرج في دور السبتاشر فبالتالي هناك قراءة من الاتحاد الأسباني بإقالة فرناندو هيرو وأصبح يروح حاليا خارج صفوف المنتخب الأسباني وطرق منصب المدير الفني للمنتخب الأسباني بعد خروجه في دور السبتاشر الاتحاد الأسباني أعلم في بيان له اليوم أن هيرو سيطرق المنصب الذي تولى بصفة مؤقتة قبل انطلاق فعاليات المنديال الروسي خلفا للمدرب جونيا اللوكتيجي اللي أصبح حاليا المدير الفني لفريق ريال مدريد هيرو كان مديرا رياضيا للاتحاد الأسباني لللابة منذ نوفمبر 2017 لكنه تولي تدريب الفريق اضطر لها بشكل مؤقت بعد قرار الاتحاد الأسباني مع اللوكتيجي اللي أصبح حاليا مدير فني لريال مدريد بعد توقيعه ريال مدريد وأثناء تواجده في معسكر منتخب أسبانيا بالتأكيد منتخب أسبانيا خروجه المبكر خل هناك حالي دربكة داخل الاتحاد الأسباني وسائل الأمن المحلية وصفت المنتخب الروس بأنه بطل القلوب المنتخب الروسي وصل لمراحل بعيدة جدا في كأس العالم حتى إلى أن تأهل إلى دور السمانية لكن خروجه أمام المنتخب الكرواتي بالنسبة للجمهور الروسي وكان طبعا خلاص وصل إلى مراحل أنه يقدر يصل للمراحل النائية ولما لا يحصل على كأس العالم كان هناك طموحات كبيرة للجمهور الروسية لكن بعد خروجه في دور السمانية أمام المنتخب الكرواتي أصبح بالنسبة للروس هو بطل القلوب المنتخب الروسي بطل القلوب ووسائل الإعلامة الروسية يمكن في عنوين الصحفية النهاردة وفي المنشتات والوكالات الأنباء كتبت حتى صحيفة سبورت إكسبريس قالوا على المنتخب الروسي أنهم أبطال قلوبنا وأشارت الصحيفة لأنه قبل شهر واحد كانت الجمهور الروسية ستضحك إذا أخبرتهم بأن منتخب بلدهم سيصل لدور السمانية صحيفة كومسوليسي كبريافدا قالت أنه أمر مؤسف ولكن شكرا للمنتخب الروسي الصحيفة قالت القصة ليست متعلقة بقرة القدم هي تخص 23 رجلا ومدربين وأشخاص آخرين أصبحوا فريقا واحدا تحرروا من التوقعات التي تنبأت بفشلهم منتخبنا الوطن خسر لكننا فاخرون بهم صحفة الروسيات تتكلم عن المنتخب الروسي كلام مهم وكبير لأن روسيا في مشوارها في كهس العالم لم تتعهل ولم تصل إلى هذه الأدوار وحقاية نتائج كبيرة جدا ووصلت إلى دور السمانية بمعدلات ومجهود بدني رهيب في كل المباراة لاعبوا الصمبة بيدعمون استمرار تيتي كقيادة للفنية للمنتخب البرازيلي رغم خروج المنتخب البرازيلي في دور السمانية أمام المنتخب البلجيكي تيتي هو المدير الفني المنتخب البرازيلي لكن لعبي الصمبة بيدعمون هذا المدير الفني للاستمرار في المرحلة القادمة العديد من لعبي المنتخب البرازيلي كتبوا تويتات في هذا العمر خاصة كمان جو مريندا لاعب المنتخب البرازيلي قال على تيتي أنه هو أدى عمل رائعا أدى عملنا رائعا وقد وسائل علامة البرازيلي ذكرت النهاردة أن تيتي كان يرحب بقبول عائد جديد من الاتحاد البرازيلي لللعبة لمدة أربع سنوات عايز ألوك البرازيلي من المنتخبات الأولى التي تحصلت لكأس العالم وعملت نتائج كبيرة جدا في تصفيات أمريكا الجنوبية في استعدادا لروسيا 2018 لكن جاء خروجها المبكر كان بمثابة المفاجأة للعديد من المهتمين بكأس العالم في روسيا عام 2018 كأس العالم مصير ومليء بالمفاجآت وعبرز هذه المفاجآت الفرق التي تأهلت لدور السمانية خاصة وجود المنتخب الكرواتي ووجود المنتخب البلجيكي بإمكانيات فنية وبدنية بسيطة وبالاستعداد الفني لأربع مدربين شفنا مباريات مصيرة للعديد من الفرق جيرو المهاجم الفرنسي للمنتخب الفرنسي أوليفي جيرو اتكلم عن القرى الأوروبية وقال إن القرى الأوروبية أثبتت مدى تطورها في مونديالا روسيا بدليل خروج كل منتخبات أمريكا الجنوبية حتى مرحلة الدور ربعا نهاية أوليفي جيرو قال لو مهاجم فرنسي ومن المتميزين للمنتخب الفرنسي قال نخروج كل منتخبات أمريكا الجنوبية من مونديال روسيا حتى دور السمانية اندل على شيء بيدل على مدى تطور القرى الأوروبية وقال أوليفي جيرو مهاجم تشيلسي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد في إسترا على ما شارف موسكو قال في هذا المؤتمر ربما هي صورة صغيرة تظهر مدى تطور القرى الأوروبية فرنسا أتواجه بلجيكا في سنة بيتسبرج في المربع الزهبي بالمونديال وإنجلترا أتواجه في اليوم التالي يوم الأربعاء المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد ونجم خط وسط منتخب كرواتيا وصاحب المجهود البدني الكبير والرائع في كأس العالم اتكلم عن مسألة الكرة الزهبية وأفضل لاعب في العام هذا الموسم عام 2018 قال لا تهمني الكرة الزهبية وركز فقط في مصلحة الفريق ككل لوكا مودريتش نجم خط وسط المنتخب الكرواتي يمكن تم توجيه سؤال ليه في المؤتمر الصحفي على الجواز الشخصية بالنسبة لي ونتركيز فريقه خلال المرحلة القادمة قال إنه بيركز أكتر في مصلحة فريقه وعنده هدف أكتر في كأس العالم قال لو ما فستش بكأس العالم بالنسبة لي جايزة الكرة الزهبية لا تعني لي بنسبة لي أي شيء قال الكرة الزهبية بالنسبة لي هي نقطة مهمة إنك تفوز بأفضل لعب لكن إنك تكسب كأس العالم ده أكبر مجد ليه كلاعب كرة قدم بنشوف لعبين مميزين في المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش وراكيتش نجم فريق برشلونة الأسباني ومنزوكيتش وكوفازيتش لعبين مميزين في المنتخب الكرواتي وعلى الجانب الآخر منتخب الجيكا دي بروين وهزارد ولوكاكو والمنتخب الفرنسي بأم تيتي وفران هنشوف توليفة كبيرة جدا في مباريات الدورة نصف النهائي حتى المباريات النهائية وخلاص هنندم ندم كبير جدا بعد نهاية مباريات كأس العالم إلى هنا تنتهي نشرتنا الرياضية دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى